أقول هؤلاء لابد أن يعاقبوا وأختم بهذا الكلام وعقابهم يكون بالرد عليهم من أهل السنة وفي أمر آخر ليس إلينا العلم قالوا ده لي يفعلوا السلطانة شأن البلد ما تكون فوضى الحديث وإنه يفعل بهم ويفعل بهم ده ما إلينا يا جماعة لكن يعاقبوا دل بهم ما ندر نتكلم عنه على يد دعاة أهل السنة بكشفهم وفتحهم تفضحوا لازم يتفتحوا النازل ما تخاف ما تخاف والله يعصمك من الناس شو بس سلف كان بعاقب النازل كيف أذكر لك نموذج واحد بس روى الإمام الآجري في كتاب الشريعة عن السائب ابن يزيد قال أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين لما انجد آخر قالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن والقصة دي استدل بيها الشيخ سليمان الروحيلي أيضا حفظه الله في وجوب عقاب الخوارج جابه برضو يعني ما نحن فيه ناوي استدلنا بها كذا والشاهد قال وين إن الرجل دي يتبع متشابه القرآن العلم قالوا كذا والخوارج يتبع متشابه القرآن واستدل بيها على جواز أو مشروعية قتل الخوارج إذا رأى الحاكم ذلك وده بيقدر الحاكم المسلم بالكتاب والصنة يقدره ليه لأنه عمر الخطاب بعد ما جلده فتح له راسه فتح شعره لقى عنده شعر لقى عنده شعرات في رأسه قال لا لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك يعني شنو الكلام ده يعني لو لقيتك من الخوارج لأن الرسول قال سيماهم التحليق وقد يقوم في خوارج ما بيحلقوا برضو لكن سيماهم التحليق دي الخوارج النوع الموجودين بعد ذلك الخوارج يتطوروا بيقوا أنواع زي ما ذكرهم البغدادي ذكر قال أنواع وفرق الخوارج الأزارقة والنجلات وغير مغير مغير من الخوارج فليقى عنده شعر قال له لو لقيتك صلعك لقى ضربت عنقك لو لقيتك من الخوارج سدلوا بالحتة دي طيب الجماعة قال له يا أمير المؤمنين اللي يقين الرجل بيسأل عن تأويل القرآن أها فقال اللهم أمكنني منه تعمري من الغطاب قال يا رب أنا أمكنني من الزولة أها فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس الناس كلهم بيجوا بيغديهم بأكلهم عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمام كمان لابس لعمة شو الزولة عليك الله في بعض الرواية التاب وبعضها يعني ظهر منا إنه ما فيها لحد الآن توبة لكن إذا تاب خلاص ثياب وعمام يتغدى جدر يتغدى كمان حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة فالحاملات ويقرع بعد ما شبع بدأ ينظر شيء قال الأخوان المؤسسين ده الكل شبعانين شاكده بنظره هيا سوره وقعد تلقى صوته زي الحصان سوره والجماعة يطلعه قاعد يمشي البيت فقال عمر أنت هو ده اتداتك قالوا لذا هو فقام إليه فحسر عن زراعين ده عمر للغطاب أول شيء شمر كويس فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته على الأرض جلد لك جلد نظيف جدا رضي الله عن عمر وأرضها فقال والذي نفس عمر بيده ده عمر قال كده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثيابه وظاهر أنه العمامة وحاجات تانية وقعت لأنه قال ألبسوه شنو ثيابه ده زي ترك التحين ده المهم ده قصته تانية طيب واحتملوه على قتب ثم قال أخرجوه حتى تقدم به بلاده رجعوا بلده ثم ليقم خطيبا هو ذاته ثم ليقل يقول له أوامر من عمر الخطاء رجعوا بلده في حكمة هنا ويقوم خطيب في بلده ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه دي الخطبة قال ليه بتاعتك دي الخطبة من بداية لنهاية فلم يزل بعد ما قال الكلمة دي في قومه الرواية قالت كان سيد القوم ده كان زعيم القبيلة تقالوا كان زول سائل الجلد عمر صبيق ده كان زعيم القبيلة سيد القوم وعمر قال يقول كده ليه شوف الحكمة وين الرواي قال فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وضيع وكان السيد قومه كتاب الشريعة للآجري صفحة ستين تفضل الشيخ الفاضي لو بكر أعداب ما عليش للإطلالة لكن الأمر والموضوع يستحق إزاكم الله خير بركة